في فجر يوم السادس والعشرين من رمضان من كل عام تبدو هكذا مدينة الهجرين التاريخية بمحافظة حضرموت حيث يستعد هؤلاء الأطفال ويلبسون ملابس العيد متنقلين من بيت لآخر للحصول على ما يسمى بالقلية وهي عبارة عن توزيع الحدايا للأطفال والتي تتنوع وتتوزع بين النقود والحلواء يصاحبها ترديد مجموعة من الأهازيج الخاصة التي تتميز بها مدينة الهجرين عادة القلية الحقيقة لها تمتد من مئات السنين وهي عادة تختص بالأطفال ينتشرون في الشوارع يجمعون ما يتيسر لهم من الهدايا سواء كانت نقدية أو حلويات أو غيرها وهذه هي العادة تورثها لجيال جيل عن جيل وأهميتها الحقيقة أنها تظهر البحجة والفرحة على الأطفال كونها أنها تأتي قبل العيد بأيام تروي بعض الكتب التاريخية التي تحدثت عن المدينة أن هذه العادة لها أكثر من مئتي عام ولزالت متأصلة حتى اليوم والغريب في الأمر أن القلية لا يستطيع أي شخص توزيعها ما لم تتوفر فيه شروط معينة فهي تجب فقط على من تزوج في العام الحالي أو من رزق بمولود أو من أتاه مسافر في نفس العام والله الأطفال في هذا اليوم يفرحون فرحاهم في الليل وهم بعضهم صاحي مينا فيحصلون على الهدايا يحصلون على الفلوس يحصلون تجدهم يعني يطلعوا في الهجرين والهجرين اشتهرت بهذا الشيء من المناطق الثانية يعني يطلعون من كل المناطق من حولها من خريفر من المناظرة من أماكن كثيرا يطلعون في الهجرين وتعد الهجرين من المدن التاريخية التي تتميز بالعمارة الطينية وروعة منازلها الشاهقة والجميلة كما كانت تعد مدينة استراتيجية في تاريخ اليمن القديم خصوصا في عهد الدولة الحميرية حداد مساعد قناة بلقيس من مدينة الهجرين حضر مو